السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين ازايكم وعملين ايه يا رب تكونوا بخير يلا بين النهاردة راجعين لكم فيديو جديد اتمنى يا رب انه يعجبكم تجهيزات بقى رمضان هنعمل تنظيفة رمضان اول حاجة كده يا بنات ده بدأناها معاكم بالبتجاز طبعا البتجاز دي بيبقى يستهلك كتير بنستخدمه يعني في حاجات كتير يعني وبيتبهدل معنا قلنا هنبدأ وبعد كده ان شاء الله هنبدأ معاكم بقى بالتلاجة وبالمطبخ نستف مطبخنا ونرتب حاجتنا كده على دخلة رمضان كل سنة قلتوا طيبين اول حاجة كده بدأ انها بقى غسلت البتجاز من جوه ومن بره زي ما انتم شايفين حضراتكم كان في نسبة نسبة دهنة على كتير قلنا بقى نتخلص منها وننضفوا هره واقعوا ونرجعوا ايه بتجاز جديد كأنك لسه شريعة جديدة من المحل والمكونات معانا مكونات بسيطة خالص هتنضف لك البتجاز وهتخليه كأنه لسه جديد شوية آآ معانا سابون سايل وكمان آآ خلم اللي هو الخل اللي هو العادي ده آآ اول ما عملت بقى يا بنات اول ما بدأت في في غسل البتجاز آآ قلعت بقى الحاجات بتاعته العيون والشبكة والحاجات دي كلها حطتها بقى حطت على شوية خل وسبتهم لما غسلت ايه البتجاز الفرن ومن فوق ومن تحت ولما سبتهم شوية في الخلطة ريه آآ آآ الخل والصابون آآ بدأت غسلتهم زي ما انت شايفين حضراتك وكده وكمان غسلت بعد ما غسلت البتجاز وسبته كمان في الخل سبت الخل يعني على العين وكده عشان اي مادة دهنية تطلع معانا وبدأت بقى نشيفه زي ما انت شايفين حضراتك وكده اتمنى بقى لو وصلت معي لحد هنا ما تنسوش تحط له لايك حلو جده عشان نفضل مستمرين معاكو كمان لسه هنرتب معاكو التلاجة والمطبخ وان شاء الله بازن الله بس خلت بقى عشان الفيديو بقاش طوله عالكو قوي آآ آآ اسمت لكم على تلات اجزام بدأت كده هنشف بقى البتجاز بقى من فوق ومن تحت وهتشوفوا بقى الشكل النهائي كمان هيبقى عامل ازاي آآ يعني هتتعابي هتتعابي يوم بس هتتلاقي النتيجة معاكو حلوة قوي قوي وهتبسطك ان شاء الله آآ ما شاء الله بصراحة طلع معانا كأنه لسه جايبا من المحل ونضف معانا ومعادش فيه اي مادة دهنية خالص فيه ولا اي اي ولا اي حاجة خالص آآ ما شاء الله عاد جامل جدا يا بنات بعد كده بقى لما سبت الحاجة بقى لما نشفت خالص آآ ركبت بقى العيون بتاعته ونضفت كده زميت شايفين حضراتكم اتمنى يا رب يكون الفيديو النهاردة عجبكم بكون قاففة على قلوبكم واسبكوا بقى في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته